مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع هاي الحلقة الثالثة من أسئلتكو وأجوبتنا زي ما حكينا في الحلقة الأولى والتانية أنه أنا مش مستشار هجرة وهي كلها عبارة عن دراسة أنا يعني خدت الأسئلة تبعتكو كنت أجاوب عليها في الكومنتات تبعت اليوتيوب لكن وجدت أن أعملها فيديو أفضل أسئلة كتير زي ما أنتم شايفين تحضير حضرت تحضير ودخلت على موقع الهجرة الكندي اللي هو الموقع الأساسي اللي أنا بعتمده وحاولت أجيب لكو كل المعلومات السؤال اللي عنا هون موجود هل يمكن الدخول لكندا بفيزا دراسة ثم التقدم على هجرة طبعا عمليا يمكن الموضوع شوي موضوع الدراسة في كندا هو بيحكوا الآن من أفضل الطرق أنك تؤدي إلى الهجرة لكن بعد ما تخلص الدراسة ستأخذ تصريح عمل لمدة سنتين وبعدها ممكن تقدم للهجرة إذا تزوجت من شخص أو شخص أو واحدة كندية ممكن تقدم لك لم شمل وبسرع الموضوع بشكل عام دراسة في كندا مكلفة لكن بعض الجامعات أرخص من غيرها حكينا في فيديو عن هذا الموضوع إذا بتدرس في أحد هذه الجامعات وعندك القدرة على أو الاستطاع أنك تتحمل هذه التكاليف وطبعا مش مضمون هو بس هو أسهل الطرق الآن الحصول على خاصة للشباب اليافعين طبعا الدراسة بتمنحك بشكل عام وإذا بتشتغلت في كندا الدراسة بتمنحك نقاط في موضوع الهجرة والعمل برضو إذا اشتغلت في كندا برضو بمنحك نقاط طبعا زي ما حكينا أنها موكلفة هذا أهم شي الحصول على الفيزا بشكل عام خاصة دراسية مش سهل انتهاء الدراسة لا يضمن حصولك على الإقامة الدائمة الموضوع معتمد على برضو إمكانياتك وقدرتك على البقاء وفي استنزاف للمبالغ المالية كتير يجب دراسة الموضوع طبعا بشكل جدي وفي محامين بعطوك ممكن يعطوك أكثر نصائح في هذا الموضوع هل يمكن تقديم طلب لجوء لكندا موضوع اللجوء موضوع حساس جدا 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 في نوعين من اللجوء في تقديم اللجوء خارج كندا وتقديم اللجوء الداخل كندا خارج كندا لازم تكون مسجل في منظمة اللاجئين الأمم التابعة الأمم المتحدة اللي هي UNHR وتكون دولتك طبعا فيها مشاكل سياسية وعرقية أو حرب يعني وما بتقدر ترجع لها ومش آمنة هاي زي أخواننا السوريين اللي عام في اليمن الليبيا هدول عندهم اللي نازح خارج بلده في مكان حرب ممكن يسجل في الأمم المتحدة وبعدين يتقدم عن طريق الأمم المتحدة للجوء هم بوزعوا ملفك وفي الشغلة الثانية اللي هي لما تحضر على كندا تدخل على كندا وتقدم لجوء على الحدود أو داخل كندا باعتمد في ناس هم على الحدود سواء البرية أو الجوية وفي ناس بعد ما يدخل بشوف الوضع بروح بقدم على اللجوء هل يمكن الدراسة في كندا في حال الحصول على لجوء؟ طبعاً أول ما تدخل على كندا وتقدم على لجوء بأعطوك صفة مؤقتة بتقدر تعيش في كندا قانوني لكن بتكون تستنى القضاء أو المحاكمة إذا القاضي حكم بإثبات وضعك كلاجئ وأعطاك الحق في اللجوء بتصير تعديها بتأخذ البر بتصير زيك زي المواطن الكندي اللي معه البر لإجاه هجرة نفس الحقوق ونفس الواجبات بتقدر تدرس وتقدر تشتغل بس نعرف أن الدراسة الجامعية غير مجانية حتى للمواطنين الكنديين أو المعهم PR أو الإقامة الدائمة طيب ما هي المساعدات التي يحصل عليها المهاجر من الحكومة الكندية؟ طبعاً الموضوع كثير منسأل هل تدعوني بيت؟ هل تدعوني فلوس؟ لا 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 حكو؟ الحكومة الكندية المهاجر شوية خلينا نحكي عن المهاجر بعدين اللاجئ المهاجر أول سنة ما بتدعموه نهائيا مفروض خلال أول سنة ليش هم بطلبوا منك ما بلغماني عشان تقدر تدعم حالك بس من أول يوم بتدخل فيه طبعا الصرف يمكن بصير بعد ثلاث أربعة شهر بس بحسبو لك من أول يوم بعطوك مساعدات للأطفال بسموهم Child Assistance أو Universal Child Assistance أو كل مرة بسموهم هلا أعتقد المهم بعطوك مساعدات للأطفال هاي المساعدات تعتمد على دخلك في السنة الماضية في بلدك والمبلغ بعتمد على عدد الأطفال وأعمارهم فما في حسبة بتدخل على الويب سايت بتحط كل هاي الأرقام مرة شرحناها بشرح كامل في أحد الفيديوهات الأطفال لازم يكون عمرهم أقل من 18 سنة وهاي المبالغ لا تدخل في ضريبة الدخل يعني غير معفاة من الضرائب الآن الشغل الثاني اللي بتحصل عليها اللي هي ضريبة المعادة الليها حسبة طبعا بشكل بسيط إذا أنت من دول الدخل المحدود بتقدر تحصل على دعم للطاقة حسب المقاطعة للكبادة للكهرباء بساعدوك في فترة الكهرباء طبعا دول الدخل المحدود دعم رعاية الأطفال خاصة في مقاطعة كيبيك أو داي كير بساعدوك في قروض دراسية مش منح قروض دراسية بمعناه أنك تأخذ القرض لازم ترجع بعد ما تخلص الجامعة الآن بعد السنة هاي إذا ما عندك دخل وما عندك فلوس في الحساب بعطوك شغلة اسمها ويلفير ويلفير اللي هي المستوى الأدنى للمعيشة أو المبلغ الأدنى حوالي 650-700 للفرد الأدلت يعني الأب والأم يعني بطلع لكو 1200-1300 ماكسموم طبعا هذا لا يكفي شيئا يعني الأجار في أوتوو إذا كنت تأجر بيت شقة نحكي صغيرة غرفتين بدك 1400-1500 فإن حتى الأجار ما بكفي إلا بحكي على الأكل والشرب والشغلات فنعظم الناس بتدبر حالها مع مصاري الأطفال يا دوب إنها تسد رمقها فالمبلغ هو ليس للثراء أما إنها بس تسد رمقك وتكون على مستوى الفقر طبعا فيه مساعدات بساعدوا في عنا شغل اسمها فود بانك الفود بانك هذا يبارى عن تبرعات من الناس للأكل فيه مكان اسمه بتبرعوا فيه الملابس ومثلا كراسي طاولات اللي بتدوش إياها بتبرع فيها فممكن الناس هدول اللي يحتاجوا شغلة طبعا بالنسبة للمهاجرين بالنسبة لطبعا الولفير بس بسرعة أحكي عنه الولفير تقدر انك تقدم له إذا حسابك في البنك الصفر ما عندك أسيتس ما عندك مصاري كتير ما عندك بيت ما عندك إشي انك تقدر ترد عليه يعني فبالتالي هذه تقريبا المعوني بتقدر تقدم لها الآن بالنسبة لللاجيين اللاجيين الحكومة بتدبر لهم سكن أول أسبوع أسبوعين بحطوهم بفندق أو بأماكن يسكنوا فيها إلى أن يجدوا لهم بيت بس يجدوا بيت لازم ينتقلوا عليه أفهم بس يجدوا بيت لازم ينتقلوا عليه بس ينتقلوا عليه بصيروا يدفعوا من حسابهم الحكومة اللاجئ بختلف إذا كان جاي على لجوء عن طريق الحكومة الحكومة بتعطيه الولفير من أول يوم بدخل فيه باختلاف اللي جاي مهاجر وإذا جاي عن طريق كفالة الكفيل تبعوا بكفلوا سنة كاملة وبتفعلوا مصاري كل شهر تقريبا الحد الأقصى زي حد الولفير يدوب يكفيك يعني ما هو للغناغين وانت بتصير تدبر حالك إذا انت بتشتغل مفروض تطلع عن الولفير أو إذا دخلك مش عالي كتير بتبلغ الولفير وهم بعملوا لك بالانس أخريطها يعني المبلغ الأفضل إنك تلاقي شغل طبعا ما هي أفضل مقاطعة للمعيشة أو مدينة للمعيشة وتربية الأطفال جواب صعب جدا ومستحيل وحد يجاوب عليه كل مكان في العالم يا جماعة مش في كندا بس إلو حسنات وإلو سيئات وأنا عملت أكثر من فيديو عن حسنات كندا وعن سيئات كندا أو السلبيات خلينا نحكي ما في مكان أو المدينة الفاضلة في ناس كتير يسبوا علي وقذفوني وأمي وأهلي يعني للأسف يعني كلام بدي ما بدأ جواب ما بدأ دخل في التفاصيل لأنه الله يسامحهم وأنا عملها هاي كل الموضوع لله سبحانه وتعالى فلا أطلب منهم لا الرضا الرضاي من عند الله سبحانه وتعالى ولا أطلب منهم هذا وكل واحد واللي يقول لي روع بلدك وواتفر المهم ليش تدخل في الموضوع كل بلد كل مكان له حسنات وسيئات وما تفكروا أنكم جايين على كندا أو في مدينة معينة إن كل شيء فيها كويس في مدن مثلا زي مونتريال ناس بتحبها لأنها كبيرة وفيها شغل كتير ناس تكرهها لأنه تربية الأطفال أصعب من المدن الصغيرة ترونتو نفس الاشي ترونتو فيها عرب كتير ناس بقول لك أوكي أنا بديش عرب ناس بقول لك لا بالعكس أنا بدي أروح على العرب أقرب وبالتربية الأطفال أسهل وفي مدارس بتكون دينية كل واحد إله طريقته ومنهجه في الحياة كل واحد إله نظرته يعني ما أحد بدر يعطيك في مدن أغلى من مدن البيوت مثلا في ترونتو أسعارها الجنونية بتحكي عن 800 ألف مليون في أوتوا مثلا سعرها 400 ألف 500 ألف ففي فرق يعني فاللي بديشتري بيت يعني وما مع المبلغ لا بقول لك بروح بسكن في أوتوا ف ف هون بس تطلع على النهر بين أوتوا ومدينة اسمها قتينو في مقاطعة كباك نهر بتطلع على النهر 350 ألف تشتري البيت اللي هون بتشتري ب 550 ألف في أوتوا في فرق 200 ألف فكل مدينة لحسنات سياد غاد مثلا أولادك لازم يدرسوا بالفرنسي هون قدرت تحر درسهم فرنسي إنجليزي يعني الجواب صعب جدا بصفة عامة المدن الأصل كل ما صغرت كل ما سهل صارت أكثر هدوءا وسهلت تربية الأطفال فيها لكن أجن في سياعة أنه بكون أصعب إيجاد عمل شكرا حنساوي فيديو رابع يا جماعة في أسئلة يسا كتير وخامس مش عارف خليكم أنا السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر